مدينة القصر الكبير التي تنتج ما يعادل 80% من الإنتاج الوطني من الفواكه الحمراء والبطاطس تتعزز بسوق الجملة للخضر والفواكه فضاء تسويقي من أجل تتمين المنتوجات الفلاحية وتجويد الخدمات التجارية المقدمة لتجار الجملة قبل ما يكون المرشي كانت الحالة ماشية هذه كذا بالأمني بدأ المرشي وتنظم ولا تحسنت الحالة ولا المداخل مني كانت هذه الفوضى في المدينة وكانت المستودع كل المستودع يخزن السلعة كانت شجارة الهناية يكون عندهم ضرار لا يكون شي سلوك وبيع الآن مني تبقوا لاتمو حربة المستودعات سرية ولا تكتمر كل شي عبر السوق ولا رواج ولا البيع الشردية يبيعوا ولو أنه يقدموا ذلك الواجب بالفعل كانت نقطة إيجابية مع الإصلاح هذا السوق لاحظنا شوية داتوا حتى حسن خصوصا من شوية دي نيضة من فتحنا العمل بالميزان أصبحت الأمور مسترى شوية وأمور من الضماء وهذا الأمور إلى أحسن أمور غدا مزيانة فضاء جديد لضبط التعاملات التجارية في مجال الخضر والفواكه وكذا وضع حد لمعاملات السوق السوداء التي كانت تعرف بها المدينة إضافة إلى اعتماد الميزان الجسري الذي يساعد على مراقبة دقيقة لوزن الشاحنة قبل ولوجها إلى السوق هذا الإصلاح حال إلى أننا نطور المرضى لذلك السوق بتفعيل ميزان الجسري الخاص بسوق الجملة وهذا التفعيل الميزان أعطى واحدة الإيجابيات دي الضبط الكيمية اللي كتتوفد على السوق الجملة من ناحية دي الضبط دي الحسابات ومن ناحية أخرى أعطى واحدة تنظيم تفعيل عملية دي الدخول وخروج دي السلاء أنها تبقى تنشي بوحد طريقة منظمة ورافعة اقتصادية جديدة على مستوى تسويق المنتوجات الفلاحية بالمنطقة تتطلب تدفر مجهودات فعالية المدينة من أجل تجاوز مشاكل التنظيم والتسير داخل السوق